احمد منوارنا فيها اللا كورا حبيبي يا بودة حبيبي برنامج ان شاء الله يكسر الدنيا وكالعادة انت متقلق في اي حاجة بتعملها حبيبي عامل ايه الحمد لله كويس كله تمام عايز ابدأ بيك بقى بالمشوار سيراميكا في الدوري شايف الدوري السادي عامل ازاي وانتو كفريق عامل ازاي الدوري السندي صعب الدوري السندي في فرق كتير عندها امكانيات كبيرة في الدوري فكل سنة الدوري بيبقى اصعب من السنة اللي قبله لان فيه غالبا الاندية اللي هي ضعيفة مدين شوية بتهبط الاندية اللي بتصعد للدوره متاس ببقى كلها اندية معها فلوس كويسة وامكانيات كبيرة فبتصرف فبتجيب لعيبة كويسة فده حاجة كويسة مصعبة الدوري بس مخليها الدوري قوي جدا انتو كفريق سيراميكا واللعيبة ما بتقوضوا مع بعض طموحاتكو ايه في الدوري؟ طموحاتنا مربع اه يعني احنا لعيبة كبيرة واسماء كبيرة في الفرقة سيراميكا لبطرة وجهاز فن كبير طبعا وإدارة كبيرة وامكانيات كبيرة فما فيش مانع ان احنا يبقى قدامنا هدف او حلم ان احنا نبقى موجودين في المربع اه علشان نلعب افريقي السنة الجاية ده هدف كل لعيبة اللي موجودة بالجهاز بالإدارة بالنادي كله ده كان هدف كل موسم الماضي لما الفرقة صعدت وكونت الفريق وجبتوا لعيبة اللي على مستوى؟ اه كان هدفنا برضو من الموسم اللي من بداية سيراميكا لبطرة مساعدة من انتعلت من مقصة وانا لما لما جيت النادي لان النادي عنده طموح وانا حب متواجد في مكان فيه طموح خاصة ان انا كنت 3-4-5 سنين في المقصة دايما باستثناء اخر سنة كنا دايما تاني دوري تالي دور رابع دوري ولعبنا ابطال افريقيا لعبنا كونفودرليا وصلنا الاماكن بعيدة فانا كتما موجود في نادي عنده طموحة وعنده هدف انا بالنسبة لي ده محافظ يخلينا بقى موجود في سيراميكا كليوبطرة عندها تانية كتير ليه ده ما حصلش السنة اللي فاتت؟ رغم المباريات القوية اللي انتوا قدمتوه انا شافي حكونا بنعمل يعني السنة اللي فاتت عملنا مطشط كويسة جدا ونتاج كويسة جدا ويمكن دوري كله كان بيتكلم على السيراميكا كليوبطرة ان هي الحصان لسود السنة اللي فاتت مع انها لسه نادي يعني صاعد جديد بس العسماء الكبيرة اللي جدت هم قدروا يكونوا فرقة كويسة بس يمكن طبعا في وقت من الوقات البدلق اللي كان بيحصل لنا في النتائج في المطشط هو ده اللي حرمنات برضو لتغييرت الجهاز ورجوعه تاني كانت شوية عملت عدم استقرار فني وإداري في النادي فده اللي ممكن نأثر معانا شوية سالفات عايزة اخد من كلامك انت قلت لعيبه كبار وليوم اسموهم في سيراميكا كليوبطرة ليه ما شفناش بقالنا فترة كبيرة ما شفناش لعيبة من سيراميكا في المنتخ مش عارف بقى ليه يعني انا عايزة اقولك تقريبا ست سبع تجمعات اللي فاتوا فيه ثلاث اربع لعيبة دايما اسميهم موجودة فيه عامر عامر فيه محمد ابراهيم فيه شادي وانا اسمي كان مطروح اكتر من مرة في كل تجمعات من وقت كابتال حسام البدري لحد كيروش لحد اخر تجمع الاسمينا موجودة بس انا مش عارف بصراحة السبب يمكن بقول ان شاء الله احنا نشتغل ونتعب اكتر ونبقى موجودين في فترة جاية ده على المستوى الشخصي معاك بيخليك تفقد الامل ولا بيحمسك زيادة ان انت تقدم مباراة على اعلى مستوى لا لا خالص انا دايما الحاجة لما بكون منتظرها او حاطة امل عليها وما بتجيش بيجي لي احساس من نازم اتعب اكتر يمكن بقول انا يمكن انا مؤثر اه تأصير من عندي انا حتى لو ما كانش من عندي يعني بخلي دايما حافز وده فعليه ان انا اتعب اكتر واعمل احسن حاجة عندي تاني واتعب اكتر لحد ما ربنا اجبها لحد لعندي اشتركوا في القناة